هل نحن 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 براد بيت؟ كان الممثل الشهير براد بيت على السجادة الحمراء مشغولا بالتوقيع للمعجبين عندما حدث ما لم يتوقعه أحد قام أحد الرجال بصفعه أو لكمه على وجهه الشرطة لم تتأكد بعد ولكنهم يقولون أن هذا الرجل مراسل أوكراني اسمه فيتالي سيدوك قام بالقفز فوق الحبل الفاصل لضرب الممثل الشهير براد بيت على وجهه وهذا الفيديو يظهر لحظة الضربة انقضح رصاني شخصيا لحماية بيت وقبضوا على فيتالي حدث هذا كله خلال العرض الأول لفيلم إنجلينا جولي ماليفيسينت ولا يعلم أحد كيف استطاع فيتالي الوصول إلى براد بيت ولماذا قام بضربه ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا المراسل الأوكراني بحركة كهذه ففي عام 2012 وخلال العرض الأول لفيلم من إن بلاك ثري في موسكو احتل اسم فيتالي سيدوك عنوين الصحف عندما قام بتقبيل الممثل ويل سميث ولكن سميث لم يكن لطيفا في ردة فعله وربما كانت مزحة فيتالي الأكبر في حفل توزيع جوائز الجرامي العام الماضي عندما استطاع الحصول على مقعد في الصفوف الأمامية وحاول انتزاع الجائزة من يد جينيفر لوبيز ليقدمها للمغنية أديل ومن ثم قبض عليه مجددا وبعد ذلك قبل بصفقة من أجل البقاء بعيدا عن المشاكل لمدة ثلاث سنوات والتي لم تستمر فعندما منع من الذهاب إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ظهر فيتالي على السجادة الحمراء مرتديا هذا كما أن مزحاته لم تتوقف فقد عانق أرجل برادلي كوبر ليوناردو ديكابيريو وحاول تسلل تحت فستان أمريكا فيريرا في مهرجان كان وبعد أحدث مزحة مع براد بيت يواجه فيتالي الآن اتهامه بارتكاب جنحة حقوبتها أشهرا في السجن اشتركوا في القناة